موسيقى ومشيرا سموه إلى أن الرعاية والاهتمام الذي يحظى به قطاع سباق الخيل من لدني جلالة الملك المعظم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء يشكل دافعا كبيرا للاستمرار نحو تحقيق مزيد من النجاحات الرياضية على المستويات كافة ونوها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد بالرعاية المتواصلة التي تقدمها شركة ألمنيوم البحرين ألبا وإسهاماتها الفاعلة في رعاية مختلف السباقات والبطولات التي ينظمها النادي معربا سموه عن تقديره لجهود القائمين على شركة ألبا وحرصهم على التعاون المستمر مع نادي راشد للفروسية وسباق الخيل لتقديم مختلف أوجه الدعم في مسارات تنفيذ المشاريع والخطط التطويرية جاء ذلك بمناسبة توقيع نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عقد رعاية مع شركة ألمنيوم البحرين ألبا كراع الرسمي لمشروع تطوير وتشغيل المنصة الرئيسية بالنادي بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل من جانبه أشار سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل إلى أن مشروع تطوير المنصة الرئيسية يعد أحد المشاريع الموضوعة ضمن الخطط التطويرية لرفع مستوى منشآت ومرافق نادي راشد وفقاً للمتطلبات البيئية والعمرانية ليكون أبرز الوجهات الرياضية والترفيهية في مملكة البحرين مقدماً الشكر والتقدير لشركة ألبا على دعمها المستمر للنادي لتحقيق مستهدفاته وتعزيز تقدم قطاع سباقات الخيل من جانبه أكد سعادة الشيخ دعيش بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا حرص الشركة على المساهمة في رعاية المشاريع التطويرية والبطولات المتنوعة والسباقات الدولية التي ينظمها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وذلك امتداداً للدعم الذي دأبت على تقديم الشركة ألبا لمختلف القطاعات بالمملكة ومنها القطاع الرياضي تدسيداً للدور الوطني للشركة ومساهماتها في المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة والتأكيد على رعاية مختلف الفعاليات الرياضية بما ينعكس إيجاباً على تطوير القطاع الرياضي ويساهم في تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات المشرفة لمملكة البحرين هذا وقد قام بتوقيع عقد الرعاية كل من سعادة الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل والسيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألبا بحضور السيد يوسف بحجي المدير التنفيذي للعمليات بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وعدد من المسؤولين بالجهتين ترجمة نانسي قنقر